طيب اقرأ السعال قال رحمه الله فصل فإن قيل وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال وما الاحتيال لدفع هذا الخبال وهل من طريق قاصد إلى التوفيق وهل يمكن السكران بخمرة الهوى أن يفيق وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه هذا السؤال قدمه بماذا قال في بدايته فإن قيل وهل مع ذلك كله من دواء كأنها شار إلى أنها أنها عودة إلى على كل هذا السؤال هو الذي بنى عليه الكتاب كله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تلميذه ابن القيم السؤال نفسه يكاد يكون بحروفه هذا الذي ذكر ابن القيم نسمع مرة ثانية السؤال الذي ذكر ابن القيم ثم بعد ذلك نقرأ السؤال الذي وجه لابن تيمية وأجاب في نصف ورقة أجاب على هذا السؤال في نصف ورقة ابن القيم أجاب في كتاب مجلد وابن تيمية أجاب في نصف ورقة لكنها مليئة أرى فيها كفاية عظيمة جداً لمن وفق للعمل بها مليئة جداً ولهذا هذه الورقة من اليوم تنطلق إن شاء الله إلى جهات كثيرة يستفيد منها الناس يكونوا بتعاون في إيصالها ونفع الناس بها عظيمة جداً فهذا الذي أجاب عنها ابن تيمية في مجلد أجاب عنها هنا ابن القيم في مجلد أجاب عنها ابن تيمية في نصف ورقة لكن خلاصة عظيمة جداً ونافعة في هذا الباب اسمعوا الآن السؤال الذي وجه لابن تيمية وجوابه عليه سئل الشيخ الإسلامي رضي الله عنه وأثابه الجنة ما دواء من تحكم فيه الداء وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال وما العمل في من غلب عليه الكسل وما الطريق إلى التوفيق وما الحيلة في من سطط عليه الحيرة إن قصد التوجه إلى الله منعه هواه وإن رام للدكار غالب عليه الافتكار وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل غالب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي بل هو السكران إن رام قرباً للحبيب تفرقت أسبابه وتواصل الهجران هجر الأقارب والمعارف عله يجد الغناء وعلى الغناء يعانوا ما ازداد إلا حيرة وتوانياً أكذا بهم من يستجير يهانوا فأجاب رضي الله عنه هذا الآن السؤال الجواب يعني مختصر لكن كما ذكرت وافي ونافع جداً نعم فأجاب رضي الله عنه دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى ودوام التضرع إلى الله سبحانه والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة ويتوخى الدعاء في مضان الإجابة مثل آخر الليل وأوقات الآذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات ويضم إلى ذلك الاستغفار فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعاً حسناً إلى أجل مسمى وليتخذ ورداً من الأذكار طرفين نهار ووقت النوم وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره فإنها عمود الدين ولتكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني يكثر منها مثل ما في الحديث أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه بها يحمل الأثقار ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال ولا يسأ من الدعاء والطلب فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي وليعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى ولم ينل أحد شيئا من جسيم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر والحمد لله رب العالمين هذا الجواب جواب عظيم جدا وهو مع وجازته واختصاره فيه وفاء وفيه شفاء وفيه كفاية وأنصح بأن ينشر على نطاق واسع جدا ينفع الله سبحانه وتعالى به عباد الله وخاصة المبتلين الذين هذا سؤالهم وهذه حيرتهم وهذه آلامهم وهذه روبتهم في الفكاك من الذنوب والخلاص منها أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليقة للشر وأن يهدينا ويهدي لنا ويهدي بنا وأن يسر الهدى لنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله الخير